من رام الله ينضم إلينا مراسل حدث فالح النصير فالح مرحبا بك يا فالح أسأل عن تطورات ما يجري في مدن الضفة الغربية فالح نعم بداية حسين انتهى الاقتحام الذي كان لنحو ساعة ونصف لحي عين مصباح في مدينة رام الله والذي جرى حصاره من عدد من المحاور من قبل قوات الجيش الإسرائيلي عدد الهدوء الهش والحذر ونقول هدوء هش وحذر لأن هذا الهدوء يتغير بين لحظة وضحاها فيما أيضا اليوم كان هناك اقتحام لخمسة وعشرين شابا فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية وبذلك ترتفع حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم إلى أربعة آلاف وستمائة وخمسة وستين حالة اعتقال كما وصل عدد الأسرة في مختلف السجون والمعتقلات الإسرائيلية إلى سبعة آلاف وثمانمائة أسير وكان هناك أيضا مواجهات وقعت في بلدة حسان غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية وأصيب ثلاثة فلسطينيين وحسب على المصادر الطبية فإن إصابة اثنين منهما بدت حرجة في حين ظل الخبر الأبرز الذي يخيم على الرأي العام الفلسطيني في هذا اليوم هي قضية الأسير ثائر أبو عصب الذي توفي في السجون والمعتقلات الإسرائيلية قبل نحو شهر بعد أن أثبتت التحقيقات الأولية بأنه لم يمت ميتة طبيعية بل توفي نتيجة الضرب المبرح الذي تعرض له على أيدي تسعة عشر من السجانين في سجن النقب الصحراوي والتحقيقات جارية وما تزال مستمرة وقد قتل نحو ستة أسرى فلسطينيين منذ السابع من أكتبر في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية المكدسة بالأسرى في ظل تصاعد عمليات التنكيل والقمع وأيضا العزل الإنفرادي منع الزيارات للمحامين للصليب الأحمر لعائلات الأسرى منع الاتصالات حرب تجويع أيضا تقودها مصلحة السجون ضد الأسرى الفلسطينيين بتقليل وجبات الطعام المقدمة لهم كل ذلك يأتي في وقت قال فيه وزير الأمن القومي الإسرائيلي تمار بن كبير بأنه يرفض التشهير بالسجنين الإسرائيليين وصفا إياهم بأنهم يتعاملون مع الحثالة في إشارة للأسرى الفلسطينيين وفق ما صدر من تصريحات رسمية في وسائل الإعلام الإسرائيلية طيب فلح ماذا بشأن القرارات الإسرائيلية فيما يخص عمليات الحرب الدائرة الآن والمعارك في داخل قطاع غزة ومسألة الطلب بتهجير جزء كبير من خان يونس نعم القادة الإسرائيليين لا سيما السياسيين منهم والعسكريين وفي كل تصريحات إعلامية إنما يؤكدون بأن العملية مستمرة في داخل قطاع غزة حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالقضاء على حركة حماس لكن على المقلب وعلى الجانب الآخر هناك مفاوضات يقودها رئيس المساد الإسرائيلي بالشراكة مع رئيس السياي اي اي ووزير رئيس الوزراء القطري حين التقوا قبل أيام في وارسو وهناك اتصالات مع الجانبين القطري والمصري للوصول إلى صفقة تبادل لكن هذه الصفقة لم تنضج بعد ويبدو أنها تطبق على نار هادئة وهناك معضلة تتمثل بأن حركة حماس ترفض الخوض في مفاوضات أو بالوصول إلى صفقة دون وقف شامل للعدوان ولهذه الحرب حيث طرحت إسرائيل أنه بالإمكان أن يكون هناك هدنة لمدة أسبوع أو أسبوعين وهما ترفضها حركة حماس وهي اللاعب الرئيس والأساس في هذه الصفقة إسرائيل تستمر في عملياتها البرية في قطاع غزة وتدفع بالفلسطينيين نحو الجنوب في خان يونس في رفح لكن في كل يوم تطلب منهم الانتقال من مكان إلى آخر ربما قطاع غزة هو المكان الأعلى كثافة سكانية في العالم لكن الآن أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص يتجمعون في المناطق الجنوبية في خان يونس في رفح والعملية العسكرية مستمرة متقدمة من خلال القوات الإسرائيلية التي تتقدم برا وكذلك تواصل ضرباتها من الجو ومن البحر وكذلك من الميدان هناك تساع في دائرة الفعل ورد الفعل كما شاهدنا اليوم حيث أطلقت الفصالة الفلسطينية عدة صواريخ وصلت إلى تليابي ونحن نتحدث اليوم عن اليوم السادس والسبعين لهذه الحرب فيما أيضا وصلت إسرائيل عمليات القتل والتقدم بحجة قتل الذين يطلقون النار أو ملاحقة الخلايا والفصال الفلسطينية شكرا جزيلا لك من رام الله مراسل الحدث فالح نصير فالح وصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة خصوصا في خان يونس ورفح بينما تتواصل المفاوضات والمشاورات للتوصل إلى هدنة جديدة بين إسرائيل وحركة حماس القصف الإسرائيلي جاء بعد إعلان تلابيب نيتها توسيع مناطق الاستدفات في المدينة التي لجأ إليها آلاف نازحين تسبب القصف بوقوع عدد كبير من القتل والجرحى ما رفع حصيلة الضحايا إلى نحو عشرين ألف قتيل منذ بداية الحرب بينهم على الأقل ثمانية ألاف طفل وسبعة ألاف امرحة اشتركوا في القناة ما يحدث حاليا هو محاولة إخلاء المركز الطب الوحيد هنا في شمال قطاع غزة بعد استهدفات متواصلة ومباشرة أمام بوابة المركز وكذلك في طائرات لكواد كابتا حيث استهدفات متعمدة ومتواصلة هنا في محيط المركز وهنا في محاولة لإخباء الجرحى العدد الكبير منهم والكثير متواجد هنا في المركز حيث الآن تم استهداف قريب وكذلك إطلاق من خلال طائرات لكواد كابتا على المنطقة وقف حيث الوضع هنا صعب جدا وخطير للغاية هنا من مركز الطبي في جبالي هنا استهداف قبل أقل من دقيقة هنا خلال محاولة الإخلاق إخلاق جوا هايو بجفوك العشرين نفر هو عندك فوك العشرين نفر حسبي الله عليهم ليش يطولهم هذول ليش تنبوا ليش تنبوا تنبوا ما هذول يقولوا هد نسبوع وقلوا تنبوا ما نشاهده حاليا ما نشاهده حاليا هو جريمة مكتملة الأركان حيث أكثر من عشرين منزل تم استهدافها الآن بشكل مباشر حزام ناري يتواجد فيها أكثر من مائتين أشخاص حتى الطواقم الإسعافية حتى الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى هذا المكان هذول صور هذول هنا ما زال أطفال فوق عشرين نفر بيت تحتان فوق العشرين نفر وطلع على فوق المثال وصابين أو معرفة ما حل بهم حسبنا الله ونوكيل هنا ذول جرحة ايش عائلات اللي هان ضرب خليفة ضرب وردة ضرب نصر اتدمرنا يا عالم بيش حسبي الله بيش حدا ينقضنا مشاهده أيضا كمير هذا الدمار وهذا الاستهداف الامر الأصعب هو عدم وجود غطاء طبي هنا في شمال قطاع غزة حيث أن جميع المستشفيات توقفت عن عمل ولا يوجد أي غطاء طبي يحاول أن يصل إليه السكان هنا في محاولة لإنقاذ ذويهم حيث أن المصابين والشهداء هنا يسترشون الأرض ولا أي وسيلة يمكن أن تنقلهم إلى المركز الطب الوحيد هنا في شمال قطاع غزة الذي يحاول الكادر الطبي العمل به إسعافات أولية يعني في محاولة لإنقاذ بعض الأرواح ولكن الواقع هنا صعب جدا ومرير من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث محمد أعوض محمد مرحبا بك أستطلع منك ما يجري الآن في رفح وجديد ما تقوم به القوات الإسرائيلية داخل القطاع نعم حسين نبدأ من رفح جنوب قطاع غزة وبحكم أن رفح هي المنطقة التي تمر منها الشاحنات بحكم أن الجيش الإسرائيلي يسمح بمرور هذه الشاحنات التي تحمل مساعدات عبر معبر رفح البري المتواجد إلى الجنوب الشرقي من هذه المحافظة لا زالت الشاحنات تدخل من معبر رفح البري وكذلك الأمر من معبر كريم أبو سالم على الرغم من أن هذا اليوم هو يوم غير عادي خاصة بعد قصف الجيش الإسرائيلي مدير معبر كريم أبو سالم مما أدى إلى وقوع خمسة ضحايا من بينهم مدير المعبر بسام غبن حتى الآن الشاحنات لا زالت تدخل على الرغم من هذا القصف الذي طال مناحي معددة أو مناطق متعددة في معبر كريم أبو سالم الذي فتح لإدخال البضائع وأيضا المساعدات الخاصة بالأونروا والمؤسسات الدولية وأضف إلى ذلك فإن المساعدات لا زالت تصل إلى قطاع غزة عبر بوابة معبر رفح البري قبل قليل عدنة بعد مرافقة الشاحنات التي دخلت إلى قطاع غزة وكانت هناك مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية التي وصلت بالفعل إلى الخيام وتسلمها النازحين الذين هم في المناطق الجنوبية لقطاع غزة ميدانيا تواصل إسرائيل قصفها لمناطق متفرقة لقطاع غزة وعلى الجانب الآخر تعلن كتاب القسام بأن ثلاثة من الأسرى الإسرائيليين الذين لديها قد قتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة دون إبداء أي تفاصيل أخرى لإعتبارات أمنية لكن الجيش الإسرائيلي يصعد غاراتي على مناطق مختلفة في قطاع غزة أبرز هذه المناطق منطقة ملعب فلسطين قام الجيش الإسرائيلي قبل قليل بنشر فيديو مصور من طائرة يقترب الناس أكثر فأكثر من الحدود مع مصر نسف واستهداف منطقة نعم محمد يقترب الناس أكثر فأكثر من الحدود مع مصر باعتبار أن رفح هي الأقرب هي على الحدود تماما من أجل أن تكون الأمور أكثر هدوءا واستقرارا هذا ملاحظ خلال متابعتكم بالأمس كنا على شاشة الحدث نتحدث عن الأوضاع الإنسانية وسرعا ما تحول هذا المكان إلى دمار كبير وأدى ذلك إلى وقوع ما يقارب 11 مواطنا ضحية هذه الغارة حيث استهدفت إسرائيل المنطقة بحزاما ناريا عنيفا جدا وأصيب أحد الزملاء في سيارة البثوة هذا يدل إلى أن لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة حتى المناطق التي دفع الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة للنزوح إليها وبالتالي لا مكان آمن ولا خطوط حمراء أمام إسرائيل في هذه الحرب والناس لا زالت تتوافد وتنزح إلى مناطق جنوب غرب قطاع غزة على اعتبار أن هذه المنطقة هي الأقرب من الحدود المصرية وأيضا أن الجيش الإسرائيلي طالب السكان عبر منشورات ألقاها من طائرات مصيرة وطائرات حربية طالب السكان بدرورة النزوح إلى رفع جنوب قطاع غزة وبالتالي الناس نزحوا إلى المناطق الجنوبية الغربية في ظروف إنسانية صعبة نتحدث عن منطقة كاملة زراعية غير صالحة للسكن هي مخصصة فقط للزراعة وبالتالي كل مقومات الحياة معدومة من مأكل من مشرب من مباني حتى المدارس التي تأوي الناس هنا في قلب المدينة في المنطقة الغربية والقريبة من الحدود لم يعد هناك مدارس ولم يعد هناك منازل لأن هذه المنطقة خصصة للزراعة وبالتالي الناس تفترش على الأرض في خيام صنعوها بعيدهم وأيضا في ظل المساعدات هي ذاتها محمد هل من جديد فيما يخص المساعدات أو دخول المواد في بداية الحرب لم تكن تدخل نريد أن نعرف تفصيلا بهذا الشعل هناك بالفعل هناك مواد لم تكن تدخل إلى قطاع غزة لكن هذه المواد سرعان ما عادت إلى السوق ملحوظة لكن هي لا تتوفر في كل الشاحنات على سبيل المثال الدقيق كان شحيحا جدا وبالكاد نرى قليلا من الطحين في الشوارع أو في مع بعض المواطنين لكن اليوم الدقيق أصبح متوفر في مدينة غزة أو عفوا في جنوب قطاع غزة الأنر وتقوم بتوزيع الدقيق وكذلك معونات تتبع لمركز الملك سلمان بداخلها بعض الدقيق الذي دخل عبر هذه الشحنات التي وصلت إلى قطاع غزة شكرا جزيلا لك من رفاح جنوب قطاع غزة مراسل حدث الزميل محمد عواط ترجمة نانسي قنقر